مشاهدين الكرام ما زالت هذه التغطية تغطيتنا على شاشة التلفزيون المصري مستمرة لتغطية هذا الحدث الحدث الأبرز على مستوى العالم وهو متابعة كل ما يستجد من إجراءات ومن تصريحات ومن أيضا وعود ومن توصيات تخرج عن هذا المؤتمر كوب 27 في نسخة أسابعة والعشرين والمنعقد على الأرض المصرية في مدينة السلام في شرم الشيخ اليوم مشاهدين الكرام يختصوا ببحث كل ما له علاقة بالتأثيرات والتأثيرات المناخية على التنوع البيولوجي وعلى أيضا فكرة الطبيعة والحلول القائمة وإيجاد تنوع بيولوجي مختلف ومستمر ومتنوع ويحافظ أيضا على التنوع بكل أهدافه المستمرة وأيضا المختلفة والمتنوعة والحد من أثار المناخ والتلوس الواقع على الشعوب وعلى العالم وأيضا التنوع داخل المحيطات والشعب المرجانية والحفاظ على الأنهار والحفاظ على المحيطات على هامش هذا المؤتمر مشاهدين الكرام أجرى زميلي مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس لقاء خاصا مع أولوبيير ماونزي وزير الطاقة والكهرباء بالكنغة الديمقراطية على هامش فعاليات قمة المناخ والمنعقد في شرم الشيخ نذهب إلى هناك ونتابع ما ضار في هذا الحوار المتابعتنا مستمرة لكابتن 7 والفعاليات والورش المختلفة للخروج بقرارات وأليات تنفيذها على أرض الواقع جزء هام وهي السمة الخاصة باليوم وهي سمة الطاقة كيف تتعامل الدول مع فكرة الطاقة وأيضا كيف تؤثر هذه الطاقة على التغيرات المناخية مما يؤثر بشكل عام على الدول الآن معي حول هذا الشأن مستر أوليفي موينزي وهو وزير الطاقة والكهرباء في دولة القنغو شكرا جزيلا لمعليك على الانضمام إلينا في القناة الأولى نحن نتحدث عن واحد من أهم الموضوعات ألا وهو الطاقة كيف يمكن للدول الأفريقية بشكل عام التعامل مع الطاقة والطاقة في المستقبل والطاقة الخضراء وفي الوقت ذاتي تتعامل مع التغيرات المناخية شكرا جزيلا على هذا السؤال بالتابعة الدول الأفريقية لديها فرصة هنا من أجل أن تشارك في هذه القضية الخاصة بالتغير المناخي وتحول الطاقة أولا وذلك من خلال قدرتهم في أفريقيا الوسطى على سبيل المثال لدينا إمكانية هائلة لتوليد الطاقة الهايدرولوكية ويوجد أيضا عبر أنحاء أفريقيا يوجد طاقات متجددة مثل الطاقة الشمسية وأطاقات الرياح وغيرها من التكنولوجيات إذن لدينا قدرة كبيرة في أفريقيا وإن الطريقة للتعامل مع هذا أولا هي النظر في التكامل والمشروعات التي تحققه التي يمكنها أن تربط البلدان المختلفة لذا على سبيل المثال في الكونغو الديمقراطية لدينا قدرة كبيرة على إنتاج الطاقة الهايدرولوكية ويجب أيضا أن نتمكن من التواصل مع جيراننا لدينا تسعة جيران فإذا ما استطعنا التربط معهم فإننا يمكننا توليد الطاقة والكهرباء للبلدان التي ليست لديها خيارات لأطاقة النظيفة وتعتمد بشكل أساسي على الفحم إذن عندما نتواصل مع بعض دول أفريقية الوسطى ودول جنوبي وغربي أفريقية أيضا فيمكننا استخدام هذه القدرة من أجلهم لكي يحصلوا على طاقة نظيفة من أجل التنمية والصناعات ولشعبهم الأمر ذاتي ينطبق على الطاقة الشمسية فيجد عدة دول تنتجها فإن مصر توضح لنا الطريقة ولديها بالطبع كمياتها إلى من الطاقة الشمسية وهذا الإنتاج يمكن استخدامه عبر أنحاء القرى نحن نتحدث أيضا عن التواصل مع أوروبا إذن أفريقيا تلعب دورا مهما ولكننا بحاجة إلى تذكر أن مشاركة الدول الأفريقية في التغيير المناخي تتعلق بإمكانية الوصول إلى الكهرباء من أجل شعوبنا ولسيما الشعوب الأكثر فقرا لأن هذه الفئات الفقيرة بحاجة إلى الوصول إلى الكهرباء وهذا يعني إذا ما وصلوا إليها فإنه سيقل الضغط على الغابات فإذا كان لدينا وقود أحفوري مثل الديزل وما إلى ذلك فعند عدم توفر الكهرباء في أفريقيا فإن الناس تلقى إلى الغابات والوقود الأحفوري بالاستخدامي في الطاهي والحصول على الكهرباء من أجل الإنارة والتدفئة وما إلى ذلك إذن نحن نلعب دورا رئيسيا في توفير الكهرباء إلى شعوبنا وأعتقد أن الدور الرئيسي هنا هو تخفيف وتقليل انبعثات الكربون والتي تؤثر بشكل مباشر على التغيير المناخي نحن بحاجة فعلا إلى معرفة فكرة تمويل هذه المشروعات أي أن المال هو من له الكلمة في هذه الحالات هو أمر مهم في حالة هذه المشروعات هل يوجد طريقة لتمويل هذه المشروعات نعم التمويل هو أمر ومشكلة بالنسبة لأفريقيا لذا ننظر في حلول مختلفة نحن في شعب الكونغو الكونغو الديمقراطية نقدم نفسنا بعتبرنا حلا للعالم لأن لدينا علاقة بين الوصول إلى الكهرباء وبالتالي تقليل قطع الغبات وأيضا تقليل انبعثات الغازات يمكننا استخدام هذا الاتمان الكربوني فإذا كان هناك نوعا من التعويض لأنهم مسؤولين عن لأن غابتنا تساعد في تقليل الكربون في البلدان الأخرى يمكننا إذن استخدام هذا الروسيد الكربوني من أجل تمويل مشروعات الطاقة في أفريقيا وبالتالي نوفر الكهرباء لشعوبنا شكرا جزيلا لمعليك وأعتقد أن هذا أمر مهم أن نجري هذا التعاون بين الدول الأفريقية من أجل تحقيق هذه الحلول وأعتقد أن قمة المناخ 27 لديها الهدف ذاته وهو التنفيذ شكرا جزيلا لينضمامك إلينا في القناة الأولى وكما رأينا هي التعاون الأفريقي وأيضا فكرة التحول للطاقة الخضراء والتحول لاستخدام الكهرباء هو أيضا أحد الحلول الهمة خصوصا لأن التحول للكهرباء يقلل من التعامل مع الوقود الحفري وأيضا من قص الأشجار والهجوم على الغابات مما يؤثر بشكل مباشر بالطبع على التغيرات المناخية